اشتركوا في القناة راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الامن الوطني وكبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني الذين رفعوا الى جلالة الملك المفدى رعاه الله اسماء ايات التهاني والتبريك بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالته بموفور الصحة والسعادة وان يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على مملكة البحرين وشعبها الكريم نعمة الامن والامان والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله وقد بادلهم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التهاني بهذه المناسبة الكريمة راجيا من الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على الجميع بوافر الخير والبركات والمسرات وقد اعرب جلالته ويده الله عن فخره بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني شاكرا ما يبذلونه من جهود كبيرة مخلصة لحماية وحدتنا الوطنية وتطبيق القانون والذود عن المكتسبات والانجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم كما اثنى جلالته على التنسيق والتعاون المشترك بين قوة دفاع البحرين والاجهزة الامنية معربا عن اعتزازه بترابط وتماسك اهل البحرين جميعا والنابع من وعيهم بان المسؤولية مشتركة في البناء من اجل نهضة الوطن وامنه واشاد جلالته ايده الله ورعاه بمشاركة قوة دفاع البحرين النبيلة والمتواصلة ضمن قوات التحالف العربي في عملية اعادة الامل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بشجاعة وعزيمة صادقة وقوفا مع العدل والشرعية في اليمن الشقيق والتصدي للارهاب ونيل شرف المساهمة في الدفاع عن ارض الحرمين الشريفين وتقديم الاغاثة الانسانية للاشقاء في اليمن العزيز وكلف جلالته الحضور بنقل تحياته وتهانيه بهذا الشهر المبارك للرجال الاشاوس في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها مبتهلا لله عز وجل في هذا الشهر الكريم لشهداء الوطن البواسل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته اشتركوا في القناة